تعمل الزراحة خوفاً من أنه منعتهم تقل هياخدوا مضاد دحايا ويأخر موضوع الزراحة هيا رأيك في السيتيويشن؟ بص إحنا متفقين إن إحنا دلوقتي في مرحلة الأكتر الحالات اللي ما تستناش هي حالات التطور تمام؟ طيب إمتى إمتى هزرع؟ لو هي من ضمن حالات التطور يعني حد جاي بدرس لازم يتخلع وتكسر وعمله بين رهيب ده كده هيجي يخلع ويزرع ومدام عملنا الإجراء يبقى عمله أخش وزرع عادي لو إحنا واخدين كل الاحتياطات بتاعتنا اللي نحمي بيها نفسنا ونحمي بيها الحالة حنشتغل عادي وبرضه بأكد تاني إن ده كثرة اللي بتكفح المرض في بيئة معزولة واخد كل احتياطاته وارد إن يتعدي إحنا بنتكلم إن كل دكتور ياخد احتياطاته على قد ما يقدر ويشتغل الحالات الامرجنسي على قد ما يقدر والحالات اللي ينفع تتأجل تتأجل الحالات الامرجنسي لازم نشتغلها لكن في الآخر كل ده ده احتياط والحذر لا يمنع قدر عشان نبقى متفقين خلينا نبقى واضحين إحنا في وضعي زي ما قلنا تاني بعيد واستثنائي هنتعامل معاه وخلينا نبقى الحذر لا يمنع قدر هناخد احتياطاتنا بالضبط هناخد احتياطاتنا وحنحاول لكن وارد وارد إنت على فكرة مش شرط تبقى في العادة ويجيلك بعدوى انت ممكن وانت ماشي في الشارع اي خطأ ما انت في سايكل انت ترسي عملت لف كل يوم لان العالم مش مقفول العالم مش قاعد الناس مش معمول لها حظر كل وعدها في بيوتها 14 يوم ما بتشوفش حد لأ الناس بتحتك فوارد وعشان كده حتى فزت الاحتياطات دي وفي دولة زي الأمريكا نشوف الاعداد قديه فزت كل الاحتياطات دي الاعداد بتزيد والموضوع بينتشر فاحنا دلوقتي فعلا في مرحلة التعايش مع الفيروس ناخد احتياطاتنا بس نقوم بوجدنا ده مهم جدا عيان بيجي عنده مشكلة ألم شديدة جدا يعني عنده التهاب في العصر تمام وجاي برضو رجلة ودي وطبعا انت قلت جملة في ناس بتمشي على مسكنات بس المسكنات دي قد تحدث فعلا قرحة في المادة أو فاشل كلاوي اه طبعا فنقف قدام علاج العصب لأ هو دلوقتي احنا عندنا ميزة الحمد لله واصلا كده كده علاج العصب من الحاجات اللي منصوص عليها كاميرجنسي يعني لازم تتعامل عشان ما يبدرش ياخد مسكنات كتير تأثر على صحته وعايز اقولك ان المسكنات ما هي بتأثر على المناعة طبعا واحنا اصلا محتاجين المناعة بتاعيتنا ترتفع فانا مش افضل اددله بقى في مسكنات واتعيبه واقلل من منعته لا هو يجي دلوقتي ميزة علاج العصب مع الأجهزة الحديثة اللي موجودة الميكروسكوب الجراحي مع الفايل زفائقة المرونة مع الغلق المحكم سلاسي الأبعاد مع طرق التطهير ممكن يتعامل بنسبة 90% في جلسة واحدة يعني اللي بيحتاج جلستين حتى اللي فيها اوزنج اوز او بيعني ناشط دي حالاته بتعمل في مرتين يعني في الآخر ما بقى ازاي بقى زمن شهر ورايح جاي هي بنسبة 90% الحالات بتتعمل في جلسة واحدة بالأجهزة الحديثة هيروح للدكتور هيعالج له العصب ويقفله برضو مع الاحتياطات ان الدكتور واخد كل احتياطاته لحماية نفسه ولحماية الحالة انما دلوقتي علاج العصب من الحاجات السهلة جدا اللي نسبة نجاحها عالية جدا وبدون يعني ومجودة أقل وفاقت قولية القوي يعني ما بتحتاجش زيارات متعددة في ستيواشا معينة او في مواقف طبية معينة هحكي لك عليها يعني بتجي لنا بنشوفها بنسمع عنها مريض بيقول انه عمل حشو عصب والطربوش اللي تركبله وقع خلو يعمل ايه وليه اللي حصل يعيب تاني الحشو لا هو لو التربوش النهاردة وقع وراح للدكتور لو التربوش ده معي وقع يعني اللازق بتاعه تفك لو التربوش معي وراح للدكتور يلزق ليه لانه هو لو ما لزقهوش علاج العصب الناس بتتخيل انه هو مدام انا قفلت العصب خلاص تمام العصب ليه اتنين سيل او اتنين احكام للاغلاق ابيكل يعني من ناحية الجدور وكرونال يعني من فوق كورونال ده لو انت سبت السنة معرضة ومفتوحة البكتيريا ممكن تخترق الجزء العلوي ده وتخشه بوصدك علاج العصب فما ينفعش ان انا الكراون بتاعي يتفك واسيبه وكده انا ممكن اهدد علاج العصب اللي انا عمله اروح هالزقه الكراون الكسر هروح اعمله النهار ده في حاجة اسمها جهاز السرك جهاز السرك ده هكي بتروح عند الدكتور بيصور لك الدرس وممكن تقعد معاه ساعة او ساعة ونص وتستلمه وانت قاعد في نفس الجلسة برضو التكنولوجيا الحديثة سهلة تخلت زيارتك اقل بكتير مش هتروح اكتر من زيارة هتخلص زيارتك في جلسة واحدة متوقعش رايح جاي وفي نفس الوقت حافزت على علاج العصب ما سيبش بقى علاج العصب بتاعي مفتوح ومش متغطي هيبوز فهاتطر عيده تاني وخش بقى في اجراءات اكبر بكتير بدلا انه قدت هعمل كراون في جلسة هعمل علاج عصب في جلسة او اتنين وبعد كده هعمل كراون في جلسة تانية فزيدت بقى التلق جلسيات هلوح لهوليود السمايل هوليود السمايل الآن كيف موقعها هل الاسم اختفى نسبيا انت كنت بقى بتحبش الاسم ده هولو دي سمايل لما يجي واحد يقول لي ايه دايما كده جيلي سؤال كده على السوشيال ميديا هو دكتور هولو دي سمايل بكام اعرف على طول ان ده مش عارف حاجة هو هولو دي سمايل دي مش جزمة وبدلة رايح تشتريها هولو دي سمايل ده اجراء اجراء عشان احصل على ابتسامة مثالية تمام الاجراء ده مين اللي بيحدده دكتور التجميل حاجة بتروي لدكتور التجميل الاسنان بيبص عليك بيعملك هولو دي سمايل تحليل لابتسامتك وبقى كده بيعمل دي سمايل يقول لك بقى انت محتاج ايه ممكن تكون محتاج تخويم بقى عندك هولو دي سمايل ممكن تكون محتاج جمري كنتور محتاج نحة تجميلة للسم محتاج طبيط ممكن تكون مش محتاج حاجة ممكن تكون محتاج فينير ممكن تكون محتاج كراون اي حاجة يعني في الاخر هولو دي سمايل معناها ان انا عايز احصل على ابتسامة مثالية تليق علاية الابتسامة المثالية دي اوصلها ازاي بيقرر دكتور التجميل انسى بطريقة اوصلها فمفاش تقوله للدكتور هي هولود اسمال بكامل وهو طروح تقوله تقوله انا عايز اعمل تجميل فيقولك انا اعمل لك واحد اتنين ثلاثة ستقوله واحد اتنين ثلاثة ده بكامل عشان ده بس الخلط الخطة العلاجية كلمة انت يعني لك دور كبير جدا في نشرها بالنسبة لوعي المواطن العربي هل ترى الناس بدأت تفهم بالخطة العلاجية طبعا طبعا لا ده دلوقت الناس بقت فاهمة وقولك موكب هتعمل لي موكب هشوف شكل اسنيني ناس بقت اه هتعمل لي تحليل ابتسامة والديزاين هيبقى شكله ايه عايز شوف الديزاين كده ثري دي واتناقش معاك في الخطة يعني الناس خلالس بقوا فاهمين ان الاجراء ليه ابعاد وليه مراحل لازم يمر بيها ولو ممرش بيها هيبدأ يشك يعني لو ممرش بالاجراءات اللي احنا قلنا عليها اللي هو يتعمل له وتعمل له وموكب علشان نشوف السنيني اللايقة عليه ومشي معاه والفوناتكس وحاجات ابعاد كتير قوي وفريق طب كبير بيراجع فيها علشان نوصل لان احنا لو هنعمل بقى اللي هو تجميل مثلا كتركبات او بنير لأ دي مراحل بتتراجع كذا مرة الموضوع يبدو من برا ان هو سهل بالنسبة للحالة لان احنا فعلا بنسهله جدا على الحالة لكن الدكاترة اللي بتقوم بيه لهم ورا الكواليس لأ بيبذلوا مجهود غير عادي علشان يطلعوا النتيجة دي من غير ما انت تحس بقى اللي مجهود انت انت تحسه المتابعة فيه اماكن مهينة واكيد بتوصلك الحاجات دي متهمة بان المتابعة فيها مش بقدر البداية البداية مع المريض جيدة لكن يتسبع كده المريض يتابعوا ناس مش هما اللي عاملو له الحالة مش الهد لأ المتابعة هو الدكتور انا دايما مثلا ايه التجميل الاجراء التجميل اللي تم من الماستر بتاعه لو كانت تركيبات اشراق او فينير يبقى الماستر بتاعه دكتور التركيبات لازم الكيس كل فترة بتروح تتابع مع دكتور التركيبات يتابع الحالة بتاعته ويشوف هي محتاجة فلو قاب تعمل ايه الاجراءات اللي ممكن تحافظ بها عليها ده على طول لو هي عاملة تقويم يبقى لازم برضو فيه مع دكتور التقويم. لو عامل علاج لسه يبقى لازم كل فترة فيه متابعة مع دكتور علاج اللسه. حسب الاجراء اللي تم ليه مايسترو? مايسترو ده هو اللي بيبدأ يتابع مع الحال. المتابعة ازا شيء مهم جدا. طبعا. طبعا. هو انت ينفع النهاردة تمشي. بعربيتك من غير سيانة. انت شارع عربية زيرو اغلى عربية في العالم. هتمشي بها من غير سيانة. شنها عربية جامدة جدا. لازم بتعملها السيانة بتاعتك. اي مكان الاجراء اللي انت عملته. ولو ما عملتش اجراء فانت فيه سيانة لأسنانك اللي هو ازالة الجير مرة كل ستة شهور. ولو عملت تجميل من اي نوع او اي اجراء من اي نوع. ليه سيانة اللي هو متابعة مع الدكتور اللي عمله. دي سيانة دي دي حاجة يعني مصد او بديهية. التكنولوجيا كلمة يعني فيه فرقين. لا فيه تلات فرق. فيه ناس تعاملت مع التكنولوجيا التعامل الايدل. وانا هسيبك تشرح التعامل الايدل اللي هو ايه. وفيه ناس تانية كانت انتي تكنولوجيا فبالتالي اول حتى ما التكنولوجيا ازهرت بعض العيوب ظهرت اصوات الناس دي والتي شفتوا ادي الشكل وبيقولوا كانت هي اللي مكسرة الدنيا ومطلعة الحاجات نسبيا في حتة معينة. وفيه ناس تانية كانت وز التكنولوجيا لدرجة انها كان بتتفاكر. تقولك انا مكاني فيه الجهاز ده فانا الاول. تمام. الحتة دي اشرح حالي. رقم واحد التكنولوجيا او الحديثة لها استخدمات. لو انا استخدمتها بعيد عن الانديكيشنز او الاغراض بتاعتها مش هقصل للنتيجة. ولو اللي استخدمها دكتور غير كفء وغير مدرب عليها برضو هاخد نتاج مستليم. هناخد مثلا الاشعة سوليسية ابعاد. الاشعة سوليسية ابعاد هي من احسن ادوات التشخيص في العالم بالنسبة للأسنان. لانها بتديك كل المعلومات ان انت محتاجة عن العظم وعن الجدور وعن حالة الاسنان وحالة الاربطة كل اللي انت محتاجة عن الفك بتبقى مسكه في ايدك فانت معاك معلومات كاملة. تمام. طيب. لو اللي ارى الاشعة دي مش دارسها. هيدينا معلومات غلط. يعني احنا جاتلنا حالة دكتورة ايل لها ان في عندها سيست. في الفك العلوي. هو بيشاور على ايه? كيس. هو بيشاور على الانسايزف فورمين. بيشاور على مدخل عصب. فهو معرفش يقرأ. فقول لها انت هيدخلها تعمل عملية في حاجة اصلا نورمل. حاجة ما عندهاش حاجة. فهنا مين اللي ارى? لازم حاجة جهاز زي ده قرأيته مستهلة. فلازم اللي يقرأ يكون دكتور متخصص في قرأيته. او درسه كويس. فممكن دكتور يقرأ صح. فيدي نتائج صح. ودكتور تاني يقرأ. الاشعة سلطة ابعاد غلط فيدي نتائج وابعاد مختلفة خالص. مهم. نيجي مسلا الجهاز الجهاز اللي هو الكات كام. اجهزة تصنيع التركيبات بالكمبيوتر. دي اجهزة جدا بتصور الاسنان وبتعمل وبتصنعه بطريقة جدا. بس انا معيها في التركيبات الكراونز بتاعة الامل تعالجة عصب عندك درسة مكسورة عندك سنة مكسورة ممكن اعمله. لكن كتجميل للاسنان الامامية. علشان اعمل حاجة شكلها طبيعي لا انا بميل للهند ميت. ما اشتغلش بده. مع انه هو جهاز عظيم جدا. بس مهم ما عالت كفاقته وبيطلع منه نتائج عالية جدا. بس انا لارضة غير اعلى نتائج. اعلى نتائج من الهند ميت. فانا بشتغل التجميل للاسنان الامامية هند ميت. بستفيد منه. زي ما قلت لك في حالات زي ناس عامل علاجة عصب ويعمل كراون هعملوله في جلسة وقاعدة. وفيت وبريسايز وفيه كل الفونكشن كويسة. ممتازة مية في المية. العضة ممتازة مية في المية. سرعة واداء كل حاجة. لكن اجي في التجميل اقول لا انا ما عملوش في التجميل. ايز بقى على كده كل الاجهزة الحديثة. مم. ما ما هو الجريمة الضحكة في التجميل? لو انا قلت لك في زمان فيلم اسمه الجريمة الضحكة. في عالم التجميل تجميل هولود تشوف جريمة ضحكة. انا اكتر حاجة بحسها جريمة ضحكة فكرة الترويج للنوب ريب او او الخسور التجميلية بدون تحضير. دي اكتر حاجة انا لان الحالات بيخشوا لها من مدخلية. احنا هنحافز على اسنانك وانما تحب تشالها هتشالها وتبدل اسنانك زي ما هي. تمام? طيب. الحالة دي ما تقلهاش ان رقم واحد ان النوب ريب ده هو مش اجراء جديد ولا حديث ولا فجأة اخترعوه النهاردة. ده اجراء موجود من سنة 2003 اخترعاته شركة امريكية وان اشتغنى به من 2003 ل 2005 وان الدكاترة المحترمة عادة كل الاسنان اللي اتعملت دي. ليه? لانك لما تعمل اسنان مهما مهما كانت الاشرة دير فيعة. فوق الاسنان بدون تحضير فهي ملهاش فينش لاين. فهي عاملة لدج. عاملة حرف على الاسنة. الحرف ده يجمع بواي الاكل. يعمل بروز. يعمل رواح. يعمل التهابات في الليسة. يعمل تاكل لعضم السنان. مش خمس حاجات حصلوا. وانت رايش انتعمل تجميل. مش عايز تعمل تجميل صحة ما تعملش. بس ما بوصص سنانك. علشان حد ده يحكي لك وقالك ايه? اصي احنا مش نلمس السنان. طيب. الدكتور اللي قالك ان احنا مش نلمس السنان ده قالك هو يلزق ازاي? الفينير ده بيتلزق ازاي? النوبريب. بيتلزق الاول بيتحط مادة حمضية على السنة. بتشيل من طبقة السنة. فهو ما قالكش كده. طب انت لو شلت الفينير ده بعد شوية تقدر تعيش حياتك بشكل طبيعي? هتلاقي بعد كده اسنانك لانها تخشنت بالمادة الكيميائية الحمضية دي هتلاقي بعد كده انها بتجمع الوان على طول. فهتضطر تعمل تبيض مرة في التانية في التالتة هتلاقي بدأ يحصل لك حساسية هتضطر تعمل تركيبات حقيقية سليمة. علشان كده انا شايف ان من اكتر الحاجات اللي الناس ضحكت يعني الناس بتحك بيها على نفسها انا عايزة اعمل تجميل عشان ما بقاش لمست سنانة او لما اجيه اشيل اشيل الفينير هو انت هنفع طرح تعمل مناخيرك عن دكتور تجميل وبعد ما تبقى حلوة هتجي بعد سناتها تقول له انا برجع حالي كبيرة تاني سمعتها قبل كده اش معنى في السنان انت جاي تعمل تجميل وحطت في دماغك ان انا ممكن اشيلها هتشيلها ليه انت جاي تعمل تجميل مقتنع ان انت محتاج تجميل ولا لأ علشان كده لما بتيجي حالة تقول لي دكتور انا محتاجة تجميل اقول لها اقوم يروحي ليه حضرتك لو مش جاية ومقتنع مية في المية ان انت محتاجة تجميل وعندك مشكلة انا ماشتغلش لان هخش انا وانت بعد كده في مشكلة بعد ما عمل لك تجميل حتى لو حل هتبضل لان انت في الاساس ما كنتش عزامة في المائتي تقول يا شباب بصي في المراكة طب انا كنت محتاجة طب اقول دكتور ليه عملي طب ممكن تبدل سناني لأ حضرتك اللي بيعمل تجميل لازم يكون محتاج وعنده مشكلة يعني نفسية هو مش قادر يضحك وحط ايده على بقه بيضحك وبيتصور ويقفل بقه عنده اعراض كده معينة هو ما بيحبش دحكته الحالة دي لازم اعالجه علشان محصلوش حاجة اسمها سيكولوجيكال تروما يعني اللي هو عقدة نفسية ويبدأ بقى يحصل له انعزال وقلت ثقة في النفس فده لازم يتعالج انما يقول دكتور انا محتاجة تجميل لا انت اللي عارف انت محتاجة ولا لا انا دكتور تجميل مدرب وانت جامن عند الباب كده اعرف اللي عيوب اللي عندك واعرف ان انت محتاجة بس في حالات بتبقى محتاجة جدا بس هي راضية ماينفعش اعرض عليها وفي حالات سننها بنسبة تسعين في المائة حالوة بس مش قادر مش مستحمل هو عنده او سي دي مثلا ومش قادر يستحمل ديفو الصغير ده وهيتجنن هيعمله يعني شوف واحد عنده عشرة في المائة دي فوق وهيتجنن واحد تنين عنده تسعين في المائة فوق وراضي. اعمل اللي عنده عشرة في المية دي فوق وماعملش اللي عنده تسعين في المية. لان ده مش فارق معي. لازم اللي يجي لك ده لازم يكون مدفوع دفع من الداخل انه هو عايز يعمل تجيب. طيب هروح للزراعة. سؤال كلاسيكي في الاول الجديد في الزراعة ايه? لكن السؤال التاني. الناس ساعات يبقى في الخطة اللي على جاء لهم يتقل لهم انتو يعني في جزء يتملكوا زراعه في جزء يتملكوا تركيبات. اعتقد ان في دماغ بعض الناس انهم فهموا انه في حرب بين الزراع والتركيبات. فلما تقلهم زراعة مع تركيبات. الناس تستحوى الزراعة تنفع مع التركيبات. يعني الكلام ده اكيد بيحصل برضو. ما هو يعني امتى امتى هعمل احنا يعني خلينا نضرب مثلا. دلوقتي عندي حالة جاية عندها اسنان آآ خلفية مخلوعة. تمام? وعندها اسنان امامية فيها آآ تلف. طيب الاسنان الامامية دي هتحتاج مسلا يتعمل لها لاجة عصب وتركيبات. ده اجراء علاجي. يعني هنا التركيبات واللي هيتعمل لها ده للاسنان ده اجراء علاجي. طيب والاسنان الخلفية اللي مخلوعة الزراعة ليها ده اجراء علاجي. فينفع نفس الحالة يتعمل لها تركيبات ويتعمل لها زراعة لان الحالة محتاجة كده. لكن انا دايما ميال سنة مخلوعة وأقدر أزرع أزرع ده ده المبدأ عندي سنة مخلوعة وأقدر أزرع العظم مؤهل إنها نزرع نزرع طول طول ما الحالة حالتها الصحية تسمح العظم يسمح أزرع بلاش أبرد أسنان أسنان سليمة وعمل فيها وها مش محتاجة وأنا ممكن حط زرعة واحدة وفادي سنتين سلام معملهمش أي مشكلة